قدمت رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق استيقالتها اليوم بس ما حدا رح يسكرها كمجرد رئيسة جامعة بالعكس هيدي رئيسة الجامعة اللي جابت الشرطة عطلابة اختتحت إدارة مينوش المشكل مع طلاب جامعة كولومبيا بعشرة شين الثاني بعد شهر من الحرب لما علقت الإدارة نشاط مشموعتين طلابيتين لأنهم طالبوا بواقف إطلاق النار اجا القرار بعد تصريح لمينوش بيوعد انها رح تحارب معادات السامية بالحرم الجامعي معادات السامية حتكون ورقة ضغط اللوبي الإسرائيلي على رؤسة الجامعات بسبعة عشر أيار 2023 حضرت مينوش جلسة استماع قدام الكونغرس الأمريكي لمسألتها عن الخطوات اللي أخدتها لمحاربة معادات السامية بالجامعة رد الطلاب على التحريط ضدهم بإطلاق مخيمهم للطلاب مع مطلبان واضحين واحد وقف إطلاق النار بغزة اثنان قطع استثمارات الجامعة مع إسرائيل بدل ما تفاوض مينوش طلابة لجأت للخيار البوليسي بعد يوم بس رسلت شفيق شرطة نيويور وعطتها إذن دخول الحرم الجامعي لفض الاعتصام اعتدت الشرطة على الطلاب ضربتهم واعتقلت 108 منهم لخيبة مينوش خطوطها ثبتت الطلاب أكتر بالليلة ذاتة وسعوا المخيم وبلشت تنتقل المخيمات الطلابية من جامعة على جامعة لحد ما خلقت حركة طلابية بتشبه حركة 68 وقت رفض الحرب عفيتنا كمل مخيم كولومبيا 14 يوم بعد ليلة القمع الأولى بهالفترة القمع ما كان كافي قررت مينوش تبلش تطروا الطلاب لأنهم شاركوا بالمخيم بالمقابل نظم أسادسة وموظفين وقفات تضامنية مع الجامعات تحول حرم جامعة كولومبيا لمركز للحشد السياسي وشارك في نواب وصحفيين وناشطين باليوم 13 فشلت المفاوضات بين الإدارة والطلاب بعد ما حسمت مينوش خيارة مش رح تسحب الجامعة استثماراتها من إسرائيل باليوم 14 صعد الطلاب ردا عرار مينوش واحتلوا قاعة هاملتون وسموها قاعة هند رجب قبل ما تقتحم الشرطة بإعداد مش مسبوعة بهالليلة انتهى مخيم كولومبيا وصارت مينوش شفيق الرئيسة لواجهت طلابة بسلاح الشرطة منوش شفيق منوش شفيق ستسنى 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 اشتركوا في القناة